بصراحة يا برج الميزان عم شوف في منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة يعني خلته تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك في شوية خلافات يعني في منكم اللي عندو خلافات مع الاخوة او مع شي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة او الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني الشي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاهم ركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالأسرة او سواء مع شي حدا كان بحبه وشايفاك قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انه خسرها او ما كان بدو الشغلة اللي صارت سواء كانوا في صالطة لا شغلة هيك انه تصير فشايفاك قاعد زعلان وماسك الكوباية يا برج الميزان كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستن قرار يعني سواء كان قرارة او محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة كذلك في منكم اللي شايفته يعني تعرضوا الخسارة في علاقة ارهقته وخلته يعني كأنه صار حدا لحاله فشايفا منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة الى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل اعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنه في حدا عزل حاله خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني كأنه نسحب يعني نسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير اجتماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الاشخاص لاني يعني عم شوف حدا منفرد فأنت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هادي فهم يحتاجون الى الخروج من هذه الوحدة وهذا هو الشيء اللي لازم للشفاء من حسرة الماضي فأنت يجب أن تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشي اللي صار مع الشخص هذا او مع العيلة فبعده بيراقب سواء كان بيراقب حدا من العيلة او عم بيراقب الحبيب او الزوج يعني هذي امور خاصة بالاسرة ممكن يعني احيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لنا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشيفاه بعده عم بيراقب العيلة او الحبيب كذلك في منكم يعني اللي ترك الاحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة او خيانة او خيانة الاهل الاقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى اذا كنت في اسوأ حالاتك فانت تحتاج الى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك تدل الورقة على انك انت وشريكك او اسرتك يعني قد اصبتهم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبيقلك الورق لا تستسلم كذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو انو الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك فبيقلك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته ثقته سواء كان الحبيب او شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الاسرة او عن الحبيب وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاد عن بعض وممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب او الاسرة فشايفك حزين يعني وعمل تراقب يعني عمل تراقب الحبيب بخفية اذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فانا شايفه انو في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة امل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة امل من موضوع او اتجاه الشخص هذا فالشخص هذا حامل كاس الحب وهو حزين وشايفك في مفترق الطرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لاني شايفك تعبان فالطر بيقلك تحمل وستمر في طريقك فانت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على اصلاح الاشياء هذا فيما يخص الاسرة راح نشوف الحين ما هو عاطفي بصراحة في طاقات يعني كنظرة عامة في عندي طاقات كتيرة في القراءة هذي في طاقات كتيرة وابراج كذلك انا راح حاول اصرد اكتر الاشياء وان شاء الله تنطفق على اكبر عدد يا برج الميزان فانا شغلات راح احكي فيها ورح ارجع احكي فيها مرة تانية يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة في حدا بيرائق بك يا برج الميزان في شخص من الماضي متعلق فيك راح نبلش في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم هذا بشكل عام ففي عندك يا برج الميزان حدا من الماضي لانه في بيناتكم في الذكريات هيك شغلة في حدا من الماضي او الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساير او حتى اذا كان متطنش وعامل حال ومشفار امامه الشخص هيدا طالع عندي فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم مطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هيدا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هيدا بغي يحصل عليك او الرجوع اليك هو بده يرجع اليك وهو غير رادي تماما الشخص هيدا غير رادي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هيدا هو انسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفاه كأنه عم يستنى منك خبر رسالة انك تاخد قرار انك ترجع اليه وهو صراحة بيراقبك الشخص هيدا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك والشغلة الي اجيت بعضهم شو الشخص هيدا متعلق فيك الشخص هيدا متعلق وبصراحة هو حدا شخص طيب الشخص هيدا انسان طيب يعني مش نيته سيئة او هيك وبيحبك وفيه الي بيتوجع كثير من فراقك يا برج الميزان ممكن يعني الشخص هيدا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل او القاء اللوم على بعض او العلاقة هيدا تعرضت لدخول شخص ثالث يعني اطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هيدا بيقلك تعالوا يا برج الميزان لا تترك الاخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هيدا عم شوفه مستعد للمنافسة من اجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني او فيه شغلات بيناتكم ممكن تكون سبع عوائق لاني عم شوف فيه عندنا سبع سبع يعني او ممكن فيه اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير عادات فيه مسافة بيناتكم او انتم بلدين مختلفين يعني لاني عم شوف فيه مسافة الشخص هيدا بغي يوصل ليك يعني بده يوصل اليك يعني عم شوف فيه حاجة واقفة بيناتكم السبن الرقم سبع كأنه فيه عوائق او فيه حواجز يا برج الميزان والشخص هيدا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي ممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية لاني شوفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم او اللي وصلكم للشغلة هذي او وضعه المالي فاني شايفاه مشغول مشغول بشغله يا برج الميزان ممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع كذلك عنده إلك ذكريات هو عطول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان عم يتذكرك كل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك وبركز على الشغلات اللي صارت عم يطلع على شغلات جبتها له او انت اعطيته اياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات فمبين عندي كأنه انكم منفصلين لاني عم شوف مسافة يعني بيناتكم والشخص هذا بيفكر فيك كتير ومتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح كأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كثير اما انت يا برج الميزان انت شايفك يا برج الميزان متمسك في الحبيب او متمسك بموقفك وشايفك حاليا يا برج الميزان في مفترق طرق يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في الموضوع او انت متمسك باكتر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم فممكن تكون في علاقة ولاتية ولكن انا شايفك يعني بشكل كبير انا حاسة يعني انه انه العلاقة هذي جاية من طرفك وشايفك يعني انسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك ايا كان وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكر وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق فانت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا سواء كنت بتختار بين شخصين يعني شخص قديم وجديد او انت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني او حتى اذا كنتم منفصلين يعني وبتفكر في شخص قديم او تبدأ بداية جديدة فانت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي انت فيها لاني شايفك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان فانت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذي كذلك في منكون يعني برج الميزان لي شفاه ايتعرف على ضخف شخص جديد ولكن بعد هو بيفكر بالشخص القديم ومتمستك فيه مرن заб داخلياً ففي الحالة هذي انت لازم تاخد قرار وتخرج من الحالة هذي وتحت النقاط على الحروض كذلك لمنكون اللي تعملون كثير من انفصال التسار او القطب بسبب يعني علاقة ثلاثية بسبب علاقة ثلاثية ممكن شخص بيت عن العلاقة اني عم شوف في جرح بقلبك يا برج الميزان في منكم اللي حاسس حاله وحيد حاسس حاله وحيد وتعبان كأن العالم يعني تخلى عليه ممكن تطلع بصورة كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هادي الشغلات وليش ما ساعدني حدا ليش الله ما ساعدني الوضع هذا سواء كان انفصال او طلاق لاني فعلا في عندي يعني في طلاق راح اسحب ورقة هادي كنز هون راح نشوفوا الورقة التالية لا نشوفوا هالجرح هذا ليش احنا راح نشوف الجرح ما راح نوضحه توضح البعدين شفت وشه طلع يعني يعني لاني عم شوف في ام حزينة عندي لهيك يعني انا كذلك عم شوف عندي المطلقين في منكم ليتعرضوا الطلاق بسبب شخص شخص العلاقة خيانة مع طرف ثالث طرف ثالث فات سواء كانت العيلي شخص ثالث بس عم حس اكثر انه في شخص ثالث فات عن العلاقة راح نكمل ولاني كذلك شايفة انه فيه اللي عندهم اولاد فيه اللي عندهم اولاد فالملائكة بتقلك في الحالة هذه اه ان المساعدة هي قريبة من لانكم عم تشوفوا في صور وفيه نافذة وفيه الهام بيقلك ان المساعدة هي قريبة منك سواء كنت منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني او كان يعني ان فسخت شي خطوبة فبيقلك ان المساعدة هي قريبة منك ولكن افكارك السلبية هي تحجبها عنك عليك بالتقربة الى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الامور عليه يعني وتعمل هيك مديتيشن يعني واضلك عم تدعي وان شاء الله كل الامور راح تتحسن يا برج الميزان اه انا على طول عم بنسا ما بقول الابراج يعني اللي موجودة في عندي برج التور والحمل والاساد والجدي اه في عندي طاقة نارية كبيرة طاقة ترابية عضراء كذلك جوزاء جدي اه هو ابراج مائية وترابية والهوائية قليلة يعني عم تشوف برج الجوزاء في عندي كذلك ابراج هوائية صح يعني كل الطاقات موجودة عندي خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان شو راح نلاقي يا برج الميزان فشايفاك يعني حاسس يعني يا برج الميزان كأنك بعيد فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة او هناك حنين لالون او حنين لشخص انت بتحبه او انت في بلد ثاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم بعيد عن جو العائلة وفي حالين لالون ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الاسري كذلك شايفاك يعني بعضك بتحب الشخص هذي وحاسس انه بعيد عليك سواء كان شخص بتحبه او زوج وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة لان هذي ورقة الزواج وبداية جديدة الورقة هذي احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من اللاضي انت بتعرفه وبتحبه لان البداية الجديدة هي رح تكون مع شخص رح تحبه يعني ممكن يكون زواج وبداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد او قديم او تركته بعض يعني لكني شايفة بعده في ذكريات سواء انت اللي تركته او هو اللي تركك بعده في ذكريات يعني عندر وكان في كذلك صار خداع او شغلة تركته بعض من خلاله كدة كل اwynقمن يطلق سكرم شوفك زعلان يعني كانه صار في خداع يعنيا وتركته بعض هذيتي او الشخص هاذا لان شايفة ان الشخص هاذا كان بالنسبة للك توقع إلى روح يا برج الميزان وبعد عم شوف فيه تواصل روحي فاحتمال تكونوا بعيدين عن بعض أو من بلدين مختلفين أو كانت بناتكم اختلافات يعني خلقت لإلكون مشاكل أو فيه يعني لأنه عم شوف فيه خذاع وفيه مكر بالموضوع اشتركوا في القناة